السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير والصحة وسعادة اليوم ان شاء الله هنشرح لحضراتكم طريقة عمل ديكور جديد بفكرة جديدة نتمنى ديكور اليوم يعجب الجميع ديكور اليوم ان شاء الله نستخدم فيه مجموعة من الدوائر بمجاسات مختلفة بالشكل اللي امام حضراتكم وهنخطط تخطيط بسيط جبل استخدام الدوائر فعايزين كده الجميع يركز معنا عشان الجميع يستفاد في نهاية الفيط هنستخدم في الدكور تصميم بشكل عشوائي بالشكل اللي امام حضراتكم كده اهو تخطيط عشوائي بالشكل ده كده يا شباب ونفس الكلام بناخد شكل داخلي او شبه ضاران بالشكل اللي امام حضراتكم ونفس الشكل ده هناخده من على اليسار من الاعلى بالطريقة السهلة وبسيطة ننهي معاكم الجدار ونرجع نكمل مع بعض وبعد ما خططنا امام حضراتكم تخطيط عشوائي واشكال عشوائي بالشكل اللي امامكم كده هنبدأ نعمل في الزاوية اللي طالع معنا هنا شكل او جزء من الوردة بالشكل ده كده يا شباب ونفس الكلام في الزاوية اللي طالع معنا هنا هنعمل جزء من الوردة بالشكل اللي امامكم برضو وبعد كده هنبدأ نستخدم الدوائر بتاعتنا ركزوا معنا علشان الجميع يستفاد بنسبت اول دايرة معنا جبيرة بالشكل ده في الزاوية ونبدأ نخططها برضو ونفس الدايرة نقدر نشغلها هنا برضو معنا في المساحة دي وبعد كده نبدأ نوزع مجاسات الدوائر التانية بتاعتنا نقدر نستخدم الدائرة الصغيرة هنا نفس الكلام في المساحة اللي هنا وبكده نكون انتهينا من تخطيط التصميم بتاعنا بالشكل اللي شرحناه لحضراتكم وهنا هنبدأ نشتغل في الألوان وأنا هنا هبدأ اشتغل في اللون الأحمر واللون الأحمر هاتهن به الجزء اللي هو عبارة عن ورد أو ظهور وأنا هنا بستخدم خامة الدوكو والدوكو هنا هو طلاق السيارات تمام يا شباب وهبدأ اشتغل الورد بالشكل اللي أمام حضراتكم كده نملك مساحة الورد بالكامل وبعد ما انتهينا من دهان اللون الأحمر بالشكل اللي شرحناه لحضراتكم في الورد هنبدأ نستخدم الصباغة المائية باللون الأسود والفرشاء تمام يا شباب وهنبدأ نملك الدوائر والتصميم اللي احنا خططناه كله باللون الأسود لسه طبعا عندنا خطوات كتيرة والنهاية هتكون جميلة وهتعجب الجميع فعايزين كده محد يستعجل والجميع يركز معنا وزي ما قلنا لحضراتكم أنا هنا بستخدم صباغة مائية والفرشاء وهملة بيها التصميم بتاعي بالكامل ونرجع نكمل مع بعضين وبعد ما انتهينا من دهان الرسمة بالكامل باللون الأسود بالشكل اللي أمام حضراتكم بالفرشاء والصباغة المائية هنبدأ نشتغل باللون الأسود والمسدس وهنا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم أنا بستخدم خامة الدوكو الدوكو هو طلاق السيارات هنبدأ طبعا بالمسدس نعمل الظل للوردة بتاعتنا والتأثيرات بالشكل اللي أمام حضراتكم كده ترجمة نانسي قنقر وبعد كده بنفس اللون الأسود وهنبدأ نعمل الظلال خارجية للتصميم بتاعنا بالشكل اللي أشوفوه حضراتكم وده بيدينا شغل 3D وبيتطلع معنا التصميم في النهاية تصميم احتراف نظل خارجي كده لكل التصميم بتاعنا وبعد ما انتهينا من عمل الظلال والتأثيرات بالشكل اللي شرحنا لحضراتكم هنبدأ نشتغل باللون الأبيض وعاوزين كده لكل يركز معنا في المرحلة دي لأن هي اللي هتنجل التصميم بتاعنا من تصميم عادي لتصميم احترافي باللون الأبيض كده شباب وجو المسدس وهنبدأ نعمل شغل نبرتة أو استنسل أو أي اسم انتوا بتسموه أهم شيء ان انت هتشوف أنا هشتغل ازاي شغل دورانات عشوائية بالشكل اللي هتشوفوه حضراتكم كده فهي شباب داخل الأسود اللي احنا عملناه وهنبدأ نشتغل بالشكل ده كده هنبدأ كده يا شباب أي مساحة باللون الأسود نحاول نشغلها بالشكل اللي شوفوه حضراتكم كده بدورانات عشوائية وزي ما شايفين حضراتكم من لمسة بسيطة نكون حولنا الرسمة بتاعتنا لشغل احترافي نفس الكلام ده شباب هننفزوا فيه الدواير اللي بالأسود بالكامل ونرجع نعمل باجئ التأثيرات بتاع الجدار بتاعنا وبعد ما بنتهي من شغل الدواير بالشكل اللي شرحناه لحضراتكم هنبدأ نعمل ضوء لللون الأسود نجسم الأسود بتاعنا اللي في التصميم الثاني بالشكل ده كده يا شباب نزد ضوء في المتصف فبتتجسم معنا الرسمة اهو كل سهولة وبعد كده بنزهر الورد بتاعنا ونعمل شغل براعن طالع من جلب الوردة بيكون بالشكل اللي أمام حضراتكم كده وبكده نكون انتهينا من فكرة اليوم بالشكل اللي أمام حضراتكم فكرة سهلة وبسيطة واحترافية يارب طبعا تعجب الجميع ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو والفكرة تدعمونا بلايك تجعل لنا ودعما للقناة والأول مرة يشوفوا الفيديوهات بتاعتنا والقناة بتاعتنا ما يستشعر دوسوا اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان يجديد يوصل لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته